سيد كاتو مرحبا بك أريد أعرف مدى خطورة ترامب اليوم خصوصا أنه هو أول رئيس أمريكي على قضايا بأمريكا وخارج أمريكا حتى بالعراق تفضل بداية سترانيا يشرفني أكون أول شخص أطلع في القنوات بعد يومين من الاحتفال بفوزة الرئيس ترامب تحية للضيفيك سترانيا أنا أسمع كثيرا وليس كما يقال أنت من تكونين تعرفين شخص وتعاشري حقيقة تعرفين ومن هم الناس اللي معه يختلف عن الكلام دائما نسمع أنه رجل اقتصادي صارت لكل الناس تعرف ولكن حقيقة تسأليني وأنا أعرف يعني ترامب من الدورة الأولى وبعدين أنا قبل ست سبعة شهر يعني أعمل كأحد العاملين في حملة الانتخابية والتحقيق بمرتين وكذلك بالفريق ولهذا أنا قلت لك يعني أريد أن أتكلم شوي للشعب العراقي وللحكوبة العراقية حقيقة ما يجري في يعني في فكر ترامب والتفريق ترامب كيفية التعامل حتى لا ننسى الموضوع قضية القضاء العراقي هذا كلام يعني أعتقد لا بال ترامب ولا يهم ترامب هذه الأشياء فلا تسوى قضية باعتبار البعض يريدون الآن يريدون يخلون براس القضاء أو براس والآخرين يبعثون رسائل يتهني هذه الأمور متهم حقيقة أنا أقول لكم يا عندي رسالة للحكومة العراقية أنتوا يجب أن ترامب مو بايدن وليس فريق بايدن وما مثل ما نقول بالعراقي ما تجي تقنعني بكلامتين حلوة مبروك وخلاص انتهى ترامب يريد أفعال خليوا يسمعوني أنا دا أقول خليوا يسمعوني جيدا يريدون أفعال